هذا وتنطلق مساء اليوم أعمال مؤتمر حوار المنامة 2022 بمشاركة واسعة تتجاوز لأربعمائة مشارك من دول مختلفة عبر تمثيل رفيع المستوى من وزراء ومسؤولين أمنيين وقادة عسكريين وأكاديميين ويعد حوار المنامة هذا العام بمشاركة المفاوضية الأوروبية أورسولا فونديرين حيث ستكون لها كلمة في افتتاح عمال المنتدى الدولي الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة الخارجية في البحرين كما يشارك في عمال المنتدى وفود من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة إلى جانب مشاركة النرويج وفنلندا عبر وزيري خارجية البلدين ويعتبر حوار المنامة القمة الأمنية الأولى في المنطقة يجمع رؤساء وزراء ووزراء وقادة عسكريين وأمنيين ليشكل بذلك منصة لانعقاد اجتماعات ثنائية والاجتماعات متعددة الأطراف